اللجنة الرباعية الدولية هي مجموعة خاصة تُعنى بمتابعة الملف اليمني وبحث إمكانية الحل السياسي للأزمة اليمنية تتبنى صياغة مقترحات جديدة وتسليمها للمبعث الأممي للمساعدة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية تضم المجموعة كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتشارك فيها سلطنة عمان منذ الاجتماع الثالث بالإضافة للمبعث الأممي الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أعلن عن تشكيل اللجنة في لندن وعقدت اجتماعها الأول هناك في العشرين من يوليو 2016 وخرج اللقاء بعدد من النتائج أهمها الدعوة لانسحاب ميليشيا الحوثي من صنعاء وتعز والحديدة والمناطق الحدودية مع المملكة العربية السعودية لمسافة 30 كيلومترا والإفراج عن السجناء السياسيين وتشكيل حكومة انتقالية تمثل كافة الأطراف اليمنية عقدت اللجنة اجتماعها الثاني في مدينة جدة السعودية في الخامس والعشرين من أغسطس 2016 وهو الاجتماع الذي ناقش مقترحات للحل السياسي تقدم بها وزير الخارجية الأمريكية السابق جون كيري شكلت فيما بعد أساسا لخارطة الحل التي تقدم بها المبعث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الاجتماع الثالث عقد في نيويورك في الثاني والعشرين من سبتمبر 2016 وشاركت فيه سلطنة عمال المرة الأولى وفيه دعت اللجنة إلى هدنة مؤقتة يبدأ بعدها المبعث الأممي تحضيراته لإعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار في السادس عشر من أكتوبر عقدت اللجنة اجتماعها الرابع في العاصمة البريطانية لندن وأكدت فيه اللجنة دعمها لجهود المبعث الأممي لليمن ودعوة الأطراف اليمنية للعمل الجاد معه من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة أما الاجتماع الخامس فقد عقد في العاصمة السعودية الرياض في الثاني والعشرين من ديسمبر 2016 وجرى في اللقاء مناقشة رؤية المبعث الأممي لإنهاء النزاع في اليمن في السادس عشر من فبراير المنصرم عقد وزراء خارجية الدول المشاركة في اللجنة لقاء أن هو السادس من نوعه على هامش مؤتمر الدول العشرين في مدينة بون الألمانية وبحث الاجتماع تطورات الوضع السياسي في اليمن أعقبه قيام المبعث الأممي بجولة جديدة على المنطقة لتفعيل مسار الحل السياسي اللقاء السابع عقدته اللجنة في لندن في الثالث عشر من الشهر الجاري على مستوى سفراء دول اللجنة في اليمن وناقش أمورا تفصيلية تمهيدا لعرضه على الوزراء في اجتماع قادم لم يحدد موعده موسيقى 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 موسيقى